35 تأشيرة لزيارة الديار المقدسة منحتها سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت في إطار مبادرة أطلقت عليها اسم أمنية وحققت من خلالها أمنيات ورغبات عدد من أسر شهداء الجيش اللبناني ومن ذويء الاحتياجات الخاصة والأيتام والعجزة لأداء فريضة الحج متكفلة بكافة النفقات المبادرة شملت أيضا 15 موظفا لبنانيا عملوا في استفارة السعودية قبل أن يحالوا إلى التقاعد هذه الأمنية هي تصب في إظهار الدور الحقيقي للعمل الإنساني والاجتماعي للدبلوماسية السعودية وكذلك ارتأينا من خلالها أن نظهر دور المملكة العربية السعودية في خدمة الإنسان وصناعة الأمل لدى هذا الإنسان المستفدون من هذه اللفتة الكبيرة تجاههم من استفارة السعودية عبروا عن شكرهم وامتنانهم الواسعين لمن يعمل على بلسمة جراحهم وإدخال الفرحة إلى كلبهم الله يبارك بالمملكة العربية السعودية هي اللي ساهمة بهذه المبادرة ويبارك فيها وكل من سعى ودبر لهذه الجحلة لأنه يعني بتعرفي أنت بتخفف شوي من الألام ومن الأهر اللي دقناه وقال له هني وقت لي حكوا معنا أنه قالونا أنتوا بقى نحنا مقدمينكونا على الحاج كتير مبسطنا كانت فرحة كبيرة كتير كتير فرحة يا والله الله يجزين كل الخير والله يبارك فيهم مبادرة أمنية تؤكد على الاهتمام السعودي الكبير بضيوف الرحمن وتسهيل كل الإجراءات أمامهم لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة هي مبادرة إنسانية جديدة تضاف إلى سلسلة خطوات بعضها أنجز وبعضها الآخر يحضر تأكيدا على دور المملكة في خدمة الإنسانية من السفارة السعودية مرسى الكرم الإخبارية بيروت ترجمة نانسي قنقر